حرص حكومة بغداد على العلاقة المشتركة مع الرياض يؤكده رئيس الحكومة بلغة التقارب المحوري سياسيا واقتصاديا كمرتكز أساس في المنطقة ودعامة استقرار عالمي وتلك لغة جدية كشف عنها السوداني لما دار بينه وبين بن سلمان تكشفت أوراقها في القمة العربية الصينية التي انبثق عنها وضع جدول أعمال لتنفيذ ما اتفق عليه من خطط تجارية واستثمارية لكن بغداد أعلنت بوضوح على لسان رئيس الوزراء اهتمامها بتجربة السعودية الأخيرة في تعزيز مكانتها العالمية من حيث الصناعات وتأمين احتياجات السوق العالمية وبخصوص أبواب بغداد التي تشرعها لأجل تحقيق الوساطة المستمرة بين الرياض والطهران فالقادم إليها حوار سعودي إيراني يعزز فيه العراق دوره الوسيط ومكانته كصمام أمان في المنطقة والتي يسعى لأن يكون فاعلا فيها من حيث ما ينعكس على بلاده في التنمية والاستقرار الأمني وما يضمن له النأي بساحته عن أية حسابات خارجية سيما بين واشنطن وطهران وهنا يؤكد محللون أهمية أن يتقن العراق طرق الوصول إلى علاقات جيدة بين أقطاب عربية وإقليمية وعالمية بهدف تفعيل التعاون المستمر سيما بينه وبين الرياض وكذلك طهران وبالتأكيد مصالحه مع واشنطن من خلال تفعيل الحوار الاستراتيجي وما أكده السودان حول توسيع العلاقات لتشمل مجالات أخرى غير تلك الأمنية فقط من وجهة نظر حكومية فإنها أي جميع تلك العلاقات الخارجية تعزز أهدافها في تحقيق الإصلاحات التي وعدت بها أما من وجهة نظر مراقبة جدا للمشهد السياسي العراقي فإنها ترى أهمية توافر الإرادة وسيادة القانون للوصول إلى تحقيق منهج حكومي يثمر في النهاية إلى استقرار أمني ينهي الانتهاكات الأمنية من دول مجاورة كذلك يرفع عن العراق غطاء العقوبات الناجم عن إقحامه في حسابات خارجية فإذا لم يتحقق الأمر لن تستطيع الحكومة أن تصنع تغييرا ينتظر الشارع منذ سنوات